الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين الإيثار من أجمل ما يكون في الإنسان أهل الإيثار هم الذين سمت بهم إنسانيتهم حتى شعروا بما يحتاجه غيرهم فقدموا الغير على أنفسهم مما ترتب عليه بأن الله فضلهم على غيرهم الإيثار شأن أهله من أعلى ما يكون هؤلاء بن أشعر الأشعريون يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين كانوا إذا أرملوا أو قل طعام عيالهم بالمدينة إذا افتقر كثير منهم أو قل طعامهم ماذا كانوا يفعلون يا رسول الله قال كانوا يجمعون طعامهم في ثوب واحد ثم يقسموه بينهم بالسوية هذا هو الإيثار قال صلى الله عليه وسلم تأمل فهم مني وأنا منه ما هذا الجمال إنه الإيثار الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما سئل عن شيء فمنعه تأتيهم رأة في أحد الأيام ببردة ملابس الخارجية وكان في أحوج ما يكون إليها فقالت أكسوك هذه يا رسول الله قال نعم فلبسها وسرعان ما أقبل عليه الصحابي قال يا رسول الله ما أجمل هذه أعطينيها يا رسول الله قال نعم وفي أحوج ما يكون إليها فلما رأى ذلك الصحابة قالوا لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأنت تعلم أنه لا يسأل عن شيء فيمنعه قال رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها الإيثار هو الذي تميز به أهل الإيمان لأنهم باعوا بما في أيديهم بما عند الرحمن ولذلك حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يوجد فيه شيء في أكثر الأحوال يأتيه ضيف فلم يوجد في بيته إلا الماء فيقول لأصحابه من يضيف ضيف رسول الله من يستقبل هذا الضيف فقام رجل من الأنصار قال أنا يا رسول الله محبة لرسول الله ومحبة للإيثار على الرغم من أنه لا يعلم ما يكون في بيته فلما أقبل على زوجته قال لها أحسني إلى ضيف رسول الله قالت ما في البيت إلا قوت صبياننا يعني ربما أنا وأنت لا نأكل لا يكفينا قال لها هيئي طعامك ونومي صبيانك وأصبحي صراجك واحتالت وهي تصبح الصراج كأنها تصلحه فأطفأت ثم أتوا بالطعام فوضعوه أمام الضيف وتصنع الأكل في الظلام أمر لا يراه البشر بل رآه رب البشر ولذلك لما أصبح الرجل أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقته الأخبار الملائكية والسماوية فقال لقد عجب الله من صنيعكم الليلة لقد أنزل الله فيكما قرآن قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة الإثار ما جال تنافس الصحابة في أحد الأيام لما نزلت الحاجة بالمسلمين يدعو النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للإنفاق فقال سيدنا عمر اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم دي فرصتي اليوم فأتى بشيء عظيم من المال فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أبقيت لأهلك قال مثله يا رسول الله فدخل سيدنا أبو بكر بجميع ماله فقال لأبي بكر ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله هذا البيت الذي تربت فيه السيدة عائشة يصاب سيدنا عمر ولما أيقن بدنو الأجل عقب الإصابة في المحراب يطلب من ابنه عبد الله ابن عمر أن يذهب للسيدة عائشة ليستأذنها ليدفن بجانب صاحبي فذهب إليها وقال يا أم المؤمنين عمر بن الخطاب يريد أن يدفن بجانب صاحبي قالت والله كنت أخبئه لنفسي ولأوثرنه اليوم على نفسي ودفن بجانب صاحبي كانت تتمنى أن تدفن بجانب زوجها سيد الأنام ووالدها خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكنها هي التي تربت في بيت الإيثار فآثرته على نفسها هذا هو حال أهل الإيمان يبيعون ما في يديهم بما عند الرحمن أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل الإيثار ترجمة نانسي قنقر